هائمون على وجوههم في صحراء قاحلة تقطعت بهم السبل وحال ذلك التيه بينهم وبين أمانيهم في الوصول إلى أوروبا أرض الأحلام كما يتصورون خرجوا من بلادهم في أنحاء القارة الأفريقية حتى وصلوا إلى تونس أقرب نقطة يمكن للمهربين إرسالهم منها إلى وجهتهم عبر البحر المتوسط رغم خطورة ذلك على حياتهم لكن الخطر لم يسكن أمواج البحر فقط بل ألقتهم سياسة الرئيس التونسي وفقا لفرانس براس إلى الموت جوعا وعطشا في قيض الحر على رمال الصحراء التي تشوي جلودهم منظمات حقوقية عديدة من بينها هيومان رايتس ووتش تنتقد تدابير السلطات التونسية لملف الهجرة غير النظامية خاصة بعد طردها مئات المهاجرين نحو مناطق صحراوية نائية قرب الحدود مع ليبيا والجزائر وتتهم هذه المنظمات سلطات تونس بانتهاج ممارسات لا إنسانية ضد المهاجرين غضة اضطرف عن كونهم فارين ولاجئين من مناطق نزاع وحروب أو أوضاع اجتماعية أو اقتصادية صعبة فرضت عليهم ودفعتهم إلى الهجرة تقارير حقوقية حملت الرئيس تونسي قيس سعيد مسؤولية المأساة التي يواجهها المهاجرون في بلاده بعد تصريحات له قبل عدة أشهر حذر خلالها من تدفق ما وصفها بجحافل من المهاجرين غير النظاميين من دول أفريقيا جنوب الصحراء عدا ذلك مصدرا للعنف والجرائم في بلاده بل ذهب بعيدا إلى القول إن ذلك يعد جزءا من ترتيب يهدف إلى تغيير التركيبة الديمغرافية لتونس وبينما أعلنت السلطات الليبية العثور على عدد من الجثث وإنقاذ المئات من المهاجرين في منطقة صحراوية على الحدود مع تونس تواصل السلطات التونسية تصدير الأزمة إلى جارتيها ليبيا والجزائر في حين يؤكد ناشطون حقوقيون أن ما يجري من انتهاكات ربما يرضي بعض الحكومات الأوروبية التي ترغب في تقليل عدد المهاجرين إليها ليبقى المهاجرون بين الموت في البحر أو الموت في الصحراء لا أتفاهم بأشد من أش gener إليها لا أشد من أشد من تنسي الرحوة يحطي موضوعا أشد من الجزء موضوعا شوائرون يصدرون بچزء موضوعا لا أشد من أشد الانتسالي أشد من الجزء مرهون يذهب في البحر صحين من جزء موضوعا وفرس إليها